السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف كنتمنى يلقاكم الفيديو باحسن احوال وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم وصفة اللي رائعة بزاف المكونات ديلها بسيطة وطريقة ديل تحضير عملية كيوجدوا بسرعة باقل مجهود ممكن نتناولهم في الوجبة ديل الفاتور او القوتي اما هكا بشكل عادي نخليهم غير هكا او نديرو فيهم اي حاجة بغينا المربى الشوكولة الزبدة او المرتدي اللي كيجيوا اكثر من رائعين فغدي ندوزو باش نشوفوا المكونات والطريقة للتحضير وغدي نبدو مباشرة في التحضير ديل العجين فغدي نحتاجوا مية وخمسة وعشرين ميلي من الماء دافئ مية وخمسة وعشرين ميلي ديل الحليب دافئ ربعة جرام من الخميرة الفورية ملعقة كبيرة من السكر حبيبات وستين ميلي من زيت الزيتون غدي نخلط هال المكونات من بعد غدي ندف الدقيق بالنسبة للدقيق الابيض فعندي 400 جرام ديل الدقيق الابيض هنا غدي ندف القليل من الدقيق ونضيف ملعقة صغيرة من الملح من بعد نكمل الكمية اللي عندي ديل الدقيق في الاول هنا كنستعمل ملعقة فقط حتى غدي تشكل عندي العجين من بعد غدي نكمل بإيدي فانا خدت لي بالضبط العجين 400 جرام ديل الدقيق الابيض ملعقة شكل العجين بهذا الشكل هذا غدي نحطها هكا فوق سطح العمل غدي نتلكها غير شوية باش هكا نتأكد أنه جميع المكونات هكا من ساجمة وغادي نديرها في البول ندهليها الوجه ديلها بالقليل ديل زيت الزيتون ونغطيها بالبلاستيك الغدائي ونخليها حتى كتخمر ويداعف الحجم ديلها فكنخلي العجين حتى كتخمر ويداعف الحجم ديلها بهذا الشكل هذا بالنسبة للمدة فغدي بقى على حسب الجو فغادي نفرغ الهواء اللي تشكل فيها ونشكلها على شكل كورة من بعد غادي نرج سطح العمل بالقليل ديل الدقيق الابيض وغادي نحط العجين وغادي نبسطها بالمثلك فهنا غادي بقى لكم الاختيار الى بغيتوا تديرهم بشكل دائري او تديرهم على شكل مربع كيف حضرتهم انا فانا فضلت انني نديرهم على شكل مربع هالطريقة هدي كتجينيها كعملية وسريعة كنبسط العجين بشكل طولي نحاول ان العجين نعطيها الشكل مستطيل بهذا الشكل هذا من بعد كناخد القطاع ديالبيضا وغادي نقطعها المربعات هنا غادي بقى لكم الاختيار الى بغيتوا تحيدوا الجوانب هكا تقعدوا هاد المستطيل تحيدوا حتى الجوانب وعدك ابدو هكا تقسموا انا هنا يفضلت انني نخليهم وفي حالة ما بغيتهم بشكل دائري فكتبسطوا العجين وكتاخدوا هكا شي شي قطعه على شكل دائري من بعد كتجمعوا هاديك العجين اللي كسبقى لكم وكتعودوا تاني تبسطوها مرة اخرى وكسبقوا هكا بهات الطريقة هدي انا فضلت هالطريقة هدي لانها كتجي عاملية ما كان بقوش كل مرة نجمعوا هادو كل جوانب ونرجعوا نبسطوهم مرة اخرى من اللي قطعتهم بهذا الشكل هادا نحاولو اننا نديروهم مربعات لكل حجم ديالهم متساوي باش يجينا الشكل ديالهم بحل بحل وسافيو هنا كنهزهم وكنحطهم في الصفيحة ديال الفرن اللي فرشت فيها الورق من اللي حطيتهم في الصفيحة ديال الفرن فغطيتهم وخليتهم حتى خمروا تماما من اللي كيخمروا كيداعة في الحجم ديالهم بهذا الشكل هذا فكناخد هكا الاصبع ديالي وكندك ندير فيهم توقب على هاد الشكل هذا وفي هذا الوقت هادا شعلت الفرن باش غادي يسخون درجة الحرارة 180 درجة في الاول كنشعل عليهم من الاسفل فقط لمدة ديال خمسة دقائق وكنزيد كنشعل حتى الفوق فما كياخدوش مدة طويلة في الفرن بسرعة كيتيبو كي تحمرو كيجي هادا هو اللون ديالهم بحالة كم اللي عد خرجهم هنا ملي عد كنخرجهم كان غادي ناخد القليل ديال الماء وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم بهذا الشكل هذا ما غادي شتيروا كمية كتيرة ديال الماء غير القليل فقط كاناخدوها كشيف ورشات وكندهو كنديروها في الماء وكندهنوا لهم الوجه ديالهم من الفوق كتخلي اللون ديالهم كيزيد يبين زوين اكتر وكتخليهم حتى رطبين فالدقل الجوانب ليكن تحيت فانا درتهم هكا على شكل دائري باش تشوفوا هنا غادي يبقى لكم الاختيار اما تديروهم بهذا الشكل هذا على شكل مربع او بشكل دائري بجوج بيهم كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف وكيجيو هكا خفاف وممكن نتناولوهم باي حاجة بهين نديروهم هكا الفطور مع الشوكولة او المربع نديرو معهم الجبن كيجيو اكتر من رائعين وممكن هكا نحضرو بهم حتى صاندويتشات هكا اللي خفيفة هكا الوليدات يقدروا يديهم معهم حتى المدرسة فهذا هو الشكل ديالهم فهدي هي الوصفة دياليومة اللي نتمنى تنال اعجاب ديالكم وان شاء الله نتلقى في وصفة اخرى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر